طيب خلينا بقى نروح لجرافيك هذه المباراة ونتكلم عن المباراة ونشوف ايه اللي عندنا النهاردة في مباراة اليوم مباراة النادي الاهلي ضد النادي المصري هي مباراة مؤجلة زي ما قلت لحضراتكم في البداية من الاسبوع التسعة عشر الدولي العام النهاردة بيلعب في مبارتين مباراة ودي دجلة والاسماعيلي وانطلق شرطها الثاني منذ قليل وما زالت النتيجة 2-0 لو تغيرت يا جماعة قلولي لو سمحتم دي طبعا في اطار الاسبوع التلاتين اما المباراة المرتقبة او السهرة النهاردة هتكون النادي الاهلي ضد النادي المصري مباراة مؤجلة من الاسبوع التسعة عشر ما زالت النتيجة 2-0 لودي دجلة حتى الان ضد النادي الاسماعيلي قائمة النادي الاهلي لمباراة النادي المصري علي لطفي ومصطفى شوبير اما خط الدفاع احمد فتحي ورامي ربيعة ايمن اشرف ياسر ابراهيم علي معلول باسم علي اما خط الوسط حمدي فتحي حسين الشحات ناصر ماهر هشان محمد اللي بيعود مرة اخرى للقائمة الرئيسية للنادي الاهلي ثم صالح جمعة واحمد الشيخ ايضا اللي بيعود بعد غياب وجيرالدو وجونيور اجاييه وعربي بدر احد اللاعبين الناشئين اللي متواجدين او اللي دايما بيطلعوا من قطاع الناشئين في نادي الاهلي اما من خط الهجوم وليد ازارو وصلاح محسن ممكن حضرتكم تقرب ولان الغيابات كتيرة جدا غيابات الاهلي عن مباراة اليوم يمكن اكتر من القائمة الرئيسية 17 او 19 اللاعب تقريبا شريف اكرامي ومحمد محمود وكريم ندفد وسعد سمير ومحمود وحيد وحسام عشور ومحمد هاني وحمر جمال كل دول اصابة واسلام محارب ايضا اصابة وليد سليمان لسه بيجهز وان شاء الله يكون موجود في الفترات القادمة محمد نجيب واحمد علاء وحمودي وشريف اثباب فنية اما الاقاف الشناوي والسولية ومروان محسن قائمة النادي المصري لمباراة الاهلي في حراسة المرمى عندهم 22 لعب النهاردة احمد مسعود محمود السيد ومحمد شحاتة احمد شوشة ومحمود حمد واسلام بوسليمة ومصطفى طيارة وكريم العراقي وحسام اشرف ده خط الدفاع اما خط الوسط عمر موسى فريد شوئي ايزي اميكا وسعيده سمبوري واسلام عيسى ومحمد جابر احمد ياسر وعبد النصر ديمارية وعمر كمال عبد الواحد وحسين رجب ومصطفى ايمن اما خط الهجوم محمود وادي وقستن اموتو عندنا النهاردة تقم تحكيم من المكسيك انا لن اعلق على تقم التحكيم النهاردة في الفقرة التانية الفقرة الاولى ان شاء الله سيكون معايا الدكتور احمد ثابت سنتكلم عن الارقام والاحصائيات بالنسبة للنادي الاهلي وبالنسبة للنادي المصري الفقرة اللي بعدها سيكون معنا خبرنا التحكيمي كابتن سامير عثمان ستكلم معايا عن التقم التحكيم المكسيك هو اللي يقول مشان انا يعني ماشي حكم الساحة روبيرتو جارسيا ومن المكسيك وحكم مساعد أندريا هرنانديز هذا التقم كله بالكامل من المكسيك والحكم الرابع إيريك ميريندا طيب موقف النادي الاهلي في بطولة الدوري العام النادي الاهلي 26 مباراة أو من 26 مباراة فس في 18 تعادل في 4 مباريات خسر في 4 مباريات سجل 42 هدف استقبلة شباقه 17 هدف عدد النقاط 58 المركز الثالث أما النادي المصري لعب 28 مباراة فس في 11 تعادل في 13 خسر في 4 سجل 39 هدف دخل مرماء 32 هدف عدد النقاط 46 نقطة في المركز الرابع إذن مباراة مهمة جدا للنادي الاهلي أما هداف النادي المصري هو إسلام عيسى بـ 7 هداف وهداف النادي الاهلي مروان محصن بـ 5 هداف توقيتات اللي بيتم إحراز النادي الأهلي أو بيحرز فيها النادي الأهلي أهدافه الـ 42 هدف زي ما حضراتكم شايفين موزعين كالآتي أول ربع ساعة في المباراة أربع أهداف من الديئة 16 للديئة 30 سبع أهداف ثم في الديئة 31 للديئة 45 نهاية الشيط الأول 6 أهداف أما من الديئة 46 للديئة 60 خمس أهداف من الديئة 61 للديئة 75 تمن أهداف ثم في الربع ساعة الأخيرة 12 هدف طيب الأهداف بقى اللي بتخش النادي الأهلي أو اللي بتدخل شباك النادي الأهلي في أول ربع ساعة هدفين ثاني ربع ساعة هدف واحد ثالث ربع ساعة ونهاية الشيط الأول هدف وحيد مشكلة بقى تيجي في الشرط التاني ستة أهداف مع بداية الشرط التاني وستة أهداف مع نهايته وفي الربع ساعة من الدياة 61 لدياة 75 هدف وحيد طيب أما النادي المصري نشوف بقى الأهداف وجاب 39 هدف موزعين كالآتي خمس أهداف في أول ربع ساعة ثلاث أهداف في الربع ساعة الثانية خمس أهداف أيضا في الربع ساعة الأخيرة من الشرط الأول أما بداية الشرط يعني هو طبعا واضح جدا تميز النادي المصري في الشرط التاني مع بداية الشرط التاني سبع أهداف ثم الربع ساعة الثانية تسع أهداف ثم الربع ساعة الأخيرة عشر أهداف للنادي المصري إذن النادي المصري من نقاط القوة اللي عنده من الواضح أنه عنده اليقة بدنية عالية لأنه دائما ما يتميز في الشوت الثاني الأهداف بقى اللي بتخش في النادي المصري ست أهداف في أول ربع ساعة ثم هدفين من ديئة 16 للديئة 30 ومن ديئة 31 للديئة 75 سبع أهداف ثم الشوت الثاني في أوله هدفين وفي وسطه ست أهداف وفي نهايته تسع أهداف إذن الربع ساعة الأخيرة مشكلة في النادي المصري طيب تاريخ مباريات النادي الأهلي والمصري في بطولة الدوري لعبه 116 مباراة النادي الأهلي فاز في 63 وتعادل في 34 ثم هزم في 19 مباراة النادي الأهلي له 161 هدف وعليه 88 هدف أول وآخر مباراة للنادي المصري في بطولة الدوري أول مباراة بين الفريقين كانت يوم 5 نوفمبر 1948 كانت النتيجة 3-0 للنادي الأهلي أما آخر مباراة كانت 7 أغسطس في الدور الأول 2018 وانتهت لصالح النادي الأهلي بهدفين مقابل لاشي أول هدف لأحرازه للنادي الأهلي النجم الراحل ورئيس النادي الأهلي السابق وأسطورة من أساطير كرة القدم المصرية النجم الكبير كابتن صالح سليم وآخر هدف وليد أزارو هو اللي أحرازه في مرمى النادي المصري أول من أحرز أهداف لنادي المصري في النادي الأهلي بيرتو وآخر من أحرز هدف هو محمد الشامي لاعب النادي الإسماعيلي الحالي أكبر فوز للنادي الأهلي على النادي المصري أربعة صفر مرتين أربعة واحد مرتين أربعة اتنين مرة واحدة تلاتة صفر أربع مرات تلاتة واحد أربع مرات أيضا أما أكبر فوز للنادي المصري على النادي الأهلي تلاتة صفر مرتين وتلاتة واحد مرتين أما هدف النادي الأهلي في مرمى النادي المصري كابتن صالح سليم كابتن محمود الخطيب كابتن شريف عبد المنعم كان معانا في الستوديو ملعب الأهل مبارح وكابتن حسام حسن كل منهم خمس أهداف كابتن فؤاد صدقي كابتن أحمد مكاوي كابتن شيخ طه اسماعيل كابتن أحمد بلالي اللي حيكون النهاردة في استوديو ملعب الأهلي كل منهم أربع أهداف أما هداف نادي المصري في مرمى النادي الأهلي سيدة الضزوي سبع أهداف محمد شهين أربع أهداف كابتن إينو أربع أهداف أيضا طائمة هدافين في الدوري العام المصري 2018-2019 أحمد علي لاعب نادي المقونون العرب هداف الدوري العام المصري حتى الآن ب15 هدف ثم يأتي بعده خالد أمر من الاتحاد السكندري ب13 هدف وبعده كابتن محمود علاء لاعب نادي الزمالك ب13 هدف وفي المركز الرابع كابتن صلاح أمين لاعب نادي النجوم في المركز 11 ثم كابتن حسام بولو لاعب نادي الداخلية ب10 أهداف وكابتن محمود كهرباء لاعب نادي الزمالك 10 أهداف وإيريك تراوري لاعب نادي بيرامز ب10 أهداف شميل سبيكلي وإبراهيم آنداي وجون أنطوي مصر المقصة ووادي دجلة ومصر المقصة ولكلا منهم تسع أهداف طيب جدول ترتيب فرق الدوري العام المصري قبل بس ما أقول لكم جدول ترتيب فرق الدوري العام المصري حاجة غريبة جدا أصبحت النتيجة الآن 3-0 لنادي وادي دجلة على النادي الإسماعيلي في المركز الأول نادي بيرامز ب63 نقطة من 29 مباراة أما في المركز الثاني نادي الزمالك من 27 مباراة عنده 60 نقطة النادي الأهلي عنده 58 نقطة من 26 مباراة أما النادي المصري عنده 46 نقطة من 28 مباراة المقاولون العرب في المركز الخامس لعب 30 مباراة وعنده من النقاط 43 نقطة مصر المقصة في المركز السادس من 30 مباراة و41 نقطة أما الإسماعيلي في المركز السابع من 27 مباراة وعنده 37 نقطة الانتاج الحربي في المركز الثامن لعب 30 مباراة وعنده 35 نقطة الجونة بقى وطلع الجيش واسموحة وبتروجيت والاتحاد السكندري الحقيقة 35-35-34-33-31 ثم ودي دجلة في المركز الـ 14 بـ 31 نقطة النهاردة حيصل لنقطة 34 وستغير مركزه وفي المركز الـ 15 MP ويملك من النقاط 30 نقطة حرص الحدود والداخلية والنجوم آخر 3 فرق 29-26-25 وهم الثلاث فرق المهددة بالهبوط حتى الآن طيب دي كانت آخر حاجة معنا نهاردة